أخيرا يا سادة لازم تبقوا مستوعبين أنه كمان حجم التوافقات على ما يحدث أو يعني المتوافقات ما بيننا كمصر أولا والاتحاد الأوروبي بدرجة أخرى حول ما يحدث الآن من وضع النراهن على الأراضي الفلسطينية بيخلق ما بيننا مساحات مشتركة لأن إحنا نقدر نوصل لوقف هذا العدوان نخليك دايما متذكر أنه زخم التظاهر الشعبي اللي موجود في الاتحاد الأوروبي من شأنه تغيير وجهات النظر بتاعة الحكومات ممكن مش بشكل جزري ممكن مش لدرجة المية وتمانين درجة بس أي عشر درجات على المنقلة لو صح يعني التعبير هتفدنا كتير جدا في أن إحنا نقدر نوصل واحد لهدنا ما اتنين لوقف شامل وكامل لإطلاق النيران أو لوقف هذا العدوان في وقت لاحق عليه تلاتة في أن إحنا نقدر نوصل كمان لرؤية حل الدولتين تبقى للمقاربة المصرية أو مقاربة فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي نتمنى خير وقع النهاردة مهم جدا قمة النهاردة بالغة الأهمية وأظن هيكلها أصبأ واسعة جدا خلال هذا الشهر القائم تحسبه مارس أو تحسبه شهر رمضان المبارك وخلال ما بعد شهر رمضان عندما تزدحم الخريطة السياسية فثقوا أن إحنا هنبقى موجودين معكم لحظة بلحظة ترجمة نانسي قنقر